السلام عليكم يا شباب اليوم بنشرح طريقة تحويل هاتفك أو التابلت إلى شاشة في عوضة البليستيشن بدون الحاجة إلى انترنت وهذا عن طريق هذه القطعة هذه ليست توصيلة عادية و أقول لكم أي شيء نميز فيها بس قبل هذا خلوني أشرح لكم موضوع بسيط في العادة الأجهزة مثل البليستيشن، الكمبيوتر، الكاميرا أو حتى الهاتف تعتبر أجهزة إخراج صورة أي Display Out بينما الشاشة والبروجيكتر مثلاً يعتبرين أجهزة استقبال صورة أي Display In الآن أغلب قطع توصيل الHDMI العادية تقوم بتوصيل الأجهزة التي هي Display Out إلى Display In ولكن نحن الآن نشتناكس بحيث نحول الهاتف من Display Out إلى Display In وقطع توصيل الHDMI العادية ما تشتغلش على هذا النوع فمن هنا يجي دور هذه القطعة بحيث يكون مدخل الHDMI هو ال-Input بينما ال-Type-C اللي بيشتبك للهاتف يكون Output القطعة العادية يكون هذا معكوس هنا ال-Output وهنا ال-Input وقبل أن نبدأ بشرح الطريقة والتطبيق الذي بتحتاج لنشغيل هذه القطعة حبيتنا هو أنه لا ننسى أخواننا في غزة من الدعاء والمقاطعة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً لا ننسى الدعاء لباقي أخواننا المسلمين في باقي الدول المستضعفة وبسم الله نبدأ أولاً بتحتاج كما قلنا هذا النوع من التوصيلات ال-HDMI يكون مدخل ال-HDMI Input بينما المخرج Output وثانياً بتحتاج تحمل هذا التطبيق USB Camera للأندرويد أما لل-iOS بتحتاج تحمل هذا التطبيق HDMI Monitor أورين وبحط لكم رابط هذه التطبيقات في الوصف الآن بتجيب سلك ال-HDMI الذي من البليستيشن وتركبه على القطعة تركب القطعة على الجهاز بتلاحظوا قل لكم هكذا تفعل أوكي نشغل البليستيشن بتلاحظوا نحطه بالشكل العرضي رفع الصوت شوية تقدر الآن تسوي كذا زوم in وزوم out خلونا نشاهدون اليد بتقولوا لي يا عمر هذي يد بليستيشن 5 لا هذي يد بليستيشن 4 بس تجاري شكلها فقط زي البليستيشن 5 خلونا ندخل تلاحظوا البليستيشن اشتغل حلاوة مثلا خلونا نرجع نستأنف قلبات Go the 4 تلاحظوا اللعبة سنسع جدا ما فيش أي ذات حتى لو تلاحظوا الصوت خارج من التلفون فإذا حبيتش بكسماعة بلوتوث على الهاتف بتشتغل لكن بيكون في تأخير شوية بالصوت خلونا نحول إلى التابلت العنكبات تشوفوا برضو شغال بالتابلت حلاوة والوضوح رهيب جدا مثلا نظم مزوم كذا من هنا من ثلاث الخيارات تروحوا لعدل الفيديو فورمات من هنا تحددوا الدقة أنا مخليها على 1920 على 1080 الفريم 60 فريم طبعا الأيباد يدعم 120 فريم ولكن القطعة تدعم 60 فريم فقط وهذه التوصيلة مش بس توصل البليستيشن على الهاتف وكما تقدر عن طريقها تعرض على الهاتف مثلا نينتندو سويتش أو ميني بي سي أو حتى تقدر تخلي تلفونك يكون بريبيو للكاميرا وأيضا توضيح بسيط أداء اللعبة ما رش أي علاقة بقوة الجهاز حتى لو كان تابلتك أو هاتفك ضعيف فلا وجدت فرق لأن اللعبة شكالة على البليستيشن وليست على الهاتف أو التابلت أيضا إذا أظهر لكم هنا إعلان تطفي الواي فاي وتخرج هنا التطبيق وترجع من جديد وبيختفي الإعلان وأخيرا للناس الذين بصنعة ويشتو مثل هذه القطعة يقدروا يطلبوها من حسابنا على الإنستجرام وأما للناس الذين خارج صنعة وخارج اليمن تقدروا تطلبوا مثل هذه القطعة من شيء صح أن هذه القطعة مختلفة عن الذي معانا ولكن تؤدي نفس الغرض قد شفت لهذه القطعة أكثر من شخص أجنبي فعل لها مراجعة وكانت شغالة تمام والآن باخذ لكم معارض تجريبي لأداء هذه القطعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تباً اتبو بلد فورد بلد مستمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة